السلام عليكم، تحياتي، كيفكم؟ في ظل الحجر الصحي اللي يصير عن بعض الناس وعن بعض الدول الناس أخذت الموضوع بجانب نفسي كتير وهم، وهم، دائماً الوهم أصعبه من المرض نفسه عادي جداً، هو فعلاً وباء وفعلاً مرض خطير ولكن نحن عم نحمله زيادة عن اللزوم نعتني بنفسنا بنظافة شخصية بتعقيم بعض الأمور وتسليم الأمور لرب العالمين، ما بدأ أكتر من هيك خلي الموضوع بسيط وخلي الموضوع خفيف ما في داعي الإنسان يخاف كتير وخلص ويسلم أمره لرب العالمين نظافة شخصية واعتناء بالأشخاص المحيطين أو بالأدوات اللي عم نستخدمها والأم موضوع بيكون جداً بسيط جداً ما بده هذا الرتم العالي اللي عم نشوفه أو عم نسمع عنه عن القنوات لأنه في ناس كتير صار عندها وهم وحتى مرضت بالكورونا قبل ما يصيب الكورونا عم جد ما في داعي لكل هذا الشيء بالنهاية الأعمار بيد الله والحياة يعني إذا أنت مكتب لك تعيشها هتعيشها وإذا مكتب لك أنه تنتهي حياتك بأحد الأصص يعني إلى قدر الله فهذا الشيء ما في حدا يبعد عنك خلي هذا اليقين موجود جواتك وجوات كل إنسان لازم أنه خلص سلم أمرنا رب العالمين ونحط عيوننا بعيون رب العالمين ونتوكل على رب العالمين أضافة لبعض الطرق الوقائية والعلاجية والإحتياطية اللي نحن بناخدها وبالتالي بس ما في أكتر من هيك يعني مثل ما قلت لكم الوهم هو أصعب من المرض نفسه فما حدا يتوهم بالموضوع جدا أنا وصلت لدرجة الحمد لله أنه أنا عم أنسى أنه في كورونا أما في ناس بتنام وبتفي كورونا ووصلت لدرجة يعني الأوفر كتير بموضوع المرض فانصابت فيه قبل ما يصلى عنده فما في داعي أبدا خليكم طبيعيين وتوكلوا على العالمين وعدوا مع أحبابكم ومع أهلكون وقضوا فترة حجر صحي هيك حلوة وكونوا مبسوطين ودعوا للناس اللي بتحبوها وحكوا للناس اللي أنتوا بتحبوها حكوا لهم من قلبكم عن جد يعني يكفي كل واحد مخبي وساكيت وما عم يحكي خلاص كل إنسان يحكي لك شخص يحبوا مثلا من قلبه يحبك من قلبي ومشتألك من قلبي ويعني حكي حلو خلي لساننا دائما هيك فيه وكلمات حلوة وطيبة لحتى نفرح ناس ونسعد ناس ومثل ما أنا مشتاء وبحبه وكتير ناس يعني مثل أكيد فلاحدة يعيش بمرحلة الوهم والمرض هاي لأن الوهم أصعبه من المرض نفسه تحياتي لجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته